ما هو الإسلام؟ قد يسألك بعض الناس يقول هل أنت مسلم؟ تقول نعم أنا مسلم يقول ما هو الإسلام؟ إذا عرفت الإسلام وعرفت الإسلام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى أنك مسلم وإلا فهذه شهادة زوج مثلا عبد السلام أم否 یقول إسلام هو الإسلام لله بالتوحيد وإلا يؤمن النهائيania تعالى والإنقياة الأهبة بالطاء الأصطر هو الإسلام يب فيه لا يتكرى أن يأتهاء الله والأرزان وإلا س تستمر كلامه الأتعالى وفلوق أرب طوحن الخراب ضرور مهيشه أهلة لابد يبرع من الشركو أهلي يعني تميز عن مشركين قلنا بالقلب و باللسان و بالجوارح نعم مراتب الدين ثلاث مراتب ستبعنا مراتب الأولى الإسلام و المرتب الثاني أعلى من الإسلام الإيمان و المرتب الثالثة الإحسان أعلى المراتب كل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة نعم أركان الإيمان ستة والإحسان ركن واحد والله أعلم إحسان إما يدى ركن الله أعلم